القصة موجودة في ترجمة كعب في كتاب سير اعلام النبلاء للذهبي في المجلد الثالث الصفحة 493 عن شهر ابن حوشب قصة مفصلة قال فيها إن كعبا لم احتضر قال ألا رجل أأتمنه على أمانة فقال رجل أنا فدفع إليه ذلك الكتاب هما جاءوا سئلوا شهر ابن حوشب عن كتاب معين اللي هو كان يسئلون عنه فقال هذا كتاب كعب الأحبار وهذه قصته الآن دفع إليهم ذلك الكتاب وقال اركب البحيرة فإذا بلغت مكان كذا وكذا فاقذفه فخرج من عندي كعب الرجل استلم الأمانة من كعب وأخذ معاه هذا الكتاب وراح إلى البحيرة الكذائية فقال كتاب فيه علم ويموت كعب لا أفرط به راجع نفسه قال صحيح كعب اتمني على أمانة وقال لي روح اخذف هذا الكتاب في البحر أو في البحيرة هذه في موضع معين لكن هذا كتاب فيه علم وكعب راح يموت فرح يضيع هذا العلم أنا ما راح أفرط بهذا الكتاب لا راح أبقي عندي فأتى كعبا وقال فعلت ما أمرتني به كذب على كعب قال فما رأيت قال لم أرى شيئا فعلم كذبه قال لما رحت انت ذبيت الكتاب في البحيرة شنو شفت شفت شيء ظاهرة غريبة كذا قال ما شفت شيء عرف أنه هذا كذاب ما رمى الكتاب فكلف شخص آخر فلم يزل يناشده ويطلب إليه حتى رده عليه رجع الكتاب إلى كعب فقال ألا من يؤدي أمانة قال رجل أنا رجل آخر فركب سفينة فلما أتى ذلك المكان ذهب ليقذفه فانفرج له البحر حتى رأى الأرض فقذفه وأتاه فأخبره معجزة الكتاب اللي كان عند كعب الأحبار سوى معجزة مثل معجزة موسى عليه السلام لما فرق البحر تخيل؟ هذا راح المسكين اللي مكلفه كعب الأحبار يعني يروح يقذف هذا الكتاب قبل ما يقذفه شاف البحر نشق نصين وشاف القاع قاع البحر شافه وبعدين ذب الكتاب يعني البحر هم رجع رجع الكعب قال قال أنا شفتها الظاهرة هذه فعلم صدقه فقال كعب هنا أباح السر أنه ما سر هذا الكتاب هذا الكتاب شبيه قال إنها التوراة كما أنزلها الله على موسى ما غيرت ولا بدلت ولكن خشيت أن يتكل على ما فيها ليش أمرت بي قذفها ما دام التوراة غير محرفة لا غيرت ولا بدلت يقول خشيت أن يتكل على ما فيها ولكن قولوا لا إله إلا الله ولقنوها موتاكم بس زين لو كان الأمر صحيحا لو افترضنا أن الأمر صحيح فلا بد أن هذه التوراة التي ما غيرت ولا بدلت لا بد أنها كانت تتضمن البشارات الصريحة بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله والبشارات الصحيحة بالإسلام فلماذا تأخر كعب عقدين من الزمان بل أكثر ولم يؤمن بهذا النبي إن صح هذا الذي يدعى معنى ذلك أن كعب الأحبار كان معاندا فهل يؤتمن المعاند على الدين ينصب مفتيا للمسلمين ومعلما لهم هذا لو صح الخبر ومن المعلوم أنه لا يصحح هذا الخبر ولا يصدقه إلا حمار يحمل أسفارا أجلكم الله ليش من هذا المخبل اللي يجي يقول أنا أصدق أن التوراة التي كانت بيد كعب الأحبار لما ذهبوا بها ليخذفوها في البحر البحر انشقن الصين من هذا اللي يصدق هذا الحشي خرافة القرآن أعممه من التوراة يلا خلي واحد يروح للبحر يجرب يجرب هذا القرآن هذا المصحف الشريف يوديه للبحر ويريد يرميه بسم الله والله أكبر يشوف البحر راح ينشق له ما ينشق نصين ليش هاي الظاهرة تصير للتوراة ما تصير للقرآن للفرقان ليش يعني يراد أن نوهم بأن التوراة التي أنزلت على موسى أعظم شأنا وكرامة على الله من القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وآله يراد هكذا أن نتوهم نعم هذا الخبر الكعبي الخرافي يراد به هذا وأنت إذا لاحظت أن تراث أهل الخلاف تراث أهل البدعة أي الذين يطلق عليهم زورا أهل السنة تراث ميال إلى اليهودية فالقرآن ليس شأنه كشأن التوراة التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام وكانت عند كعب الأحبار لم تغير ولم تبدل البحر ما اتحمل إلا أن ينقسم نصفين حتى يحتضن هذه التوراة أما القرآن لا تحصل له هذه الظاهرة فالمراد هو تكوين هذا المفهوم في أذهان الناس أن التوراة أعظم شأنا من القرآن كما تكون مفهوم آخر تجدونه في البخاري أيضا أن موسى عليه السلام خير من محمد صلى الله عليه وآله حديث ينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في البخاري يقول فيه لا تخيروني على موسى ليش؟ قال فإن الناس يوم القيامة يصعقون كلهم وأنا معهم فأكون أول من يفيق فأرى موسى باطشا عند العرش فلا أدري أصعق معنا فسبقني في الإفاق أو لم يصعق أصلا كرامة من الله له فلا تخيروني على موسى موسى شأن جدا عالي فوق يعني فوق جدا ليش؟ لأنه نبي اليهود الذي تعتقد به اليهود فهذه المفاهيم التي أريد تزريقها في مجتمعنا الإسلامي ترجمة نانسي قنقر